تعالوا نروح بقى للأهلي الأهلي المفروض ان احنا كنا النهاردة مستنيين ان سوارش خلاص مش ان كاردو سوارش مش والمعلومة الأكيدة ان انا اكدتها لحضراتكم النادي الأهلي بيبحث عن مدير فني أجنبي هو كده كده الكابتن محمود الخطيب طلب قعدة مع نونو جوميز اللي هو الوسيط في صفقة سوارش نونو جوميز طبعا ده العيب تاريخي في البرتغال وهو برضو الوسيط في هذه الصفقة صفقة سوارش مع النادي الأهلي طلب معاه اجتماع عشان ربما يشوفوا ازاي ينهو التعاقد بشكل محترم وبشكل دون اي مشاكل او ازمة ليه بقول كده عشان تصريحات سوارش النهاردة في المؤتمر الصحفي بتقول انه مش عجبه فكرة انه ممكن يمشي من النادي الأهلي ولما تسأل هي دي اخر مباراة فرد باستعجاب وقال اه ممكن تبقى اخر مباراة في الموسم بس احنا عندنا الموسم اللي جاي وبنستعدله يعني عمل نفسه ده يعمل نفسه من حتة تانية اللي انا مش فهم حيط طوله ايه يعني اخر مباراة انا مكمل مع الفريق وعادي شغال عادي مستمر غريبة هل النادي الأهلي بيفكر في التراجع ويبكي على السوارش ما ظنش ما اعتقدش والله واعلم كل حاجة بتتغير كل حاجة بتتغير بس حتى هذه اللحظة المعلومة الأكيدة اللي خرجة من النادي الأهلي اللي انا وهتسمعه مني ومن كل الناس لما تسمعه مني ومن كل الناس ده معناها انها خرجة من جوا النادي الأهلي ان السوارش مش مكمل وانه فيه مدير فني جديد اسم كبير للنادي الأهلي بس الموضوع شكل غريب